مزاي كفام الإبعاء الأولى في تونس بارشة ملفات في ظروف عادية فما بالكتوى نحكيوا على الوضع العام كيفاش ترى معانتها بارشة قالول معانتها بارشة راضين على أداء الحكومي أنه فما استباق أن وضعيتنا مستقرة نوعا ما كنقارنه كيفاش تشوف الوضع العام سيفا عاما والله أنا هوني نأكد اللي معانتها الحكومة متماسكة وقعدها تقوم بمجهود جبار في القطاعات الكل إذ هولي وضعيتنا مستقرة حمدول الله ما انت يا ربي ما نيش في وضع معانتها خاتير جدا معانتها فما متابعة فما حملية تحسيسية كبيرة فما زد إيطار تبي وشبه تبي اللي هو اليوم يخوذ في حرب ونشكرهم خطرهما اللي في الصف الأول جنود الفترة هذية وإنا نقول معانتها فما نسخط متابعة غيزونابل كل مرة القرارة تجي على تطورات و القطاعات الكل التبع فما زد بكدو دي باي سيروا على الوضعية الكل احنا توكي متقول في الأزمة هذي كل مرة تجي حاجة كل مرة تجي وضع دونك يزم فما حلول استثنائية في وضعيات استثنائية هما فما سيسا فما قيادة وفما تضامن حكومي بمعنى معنى حكومة نعرف اللي جيت من بارش اليوم في العمل اليومي متعكم فما تضامن معنى تتصلي فما تضامن كبير 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 وفما تشاور وفما معنى نهزو تليفونيت ونشاورو بعضنا ونحكيو ولي ما يعرفش يقول اللي يعرفو ونسندو بعضنا وإنا الحقيقة نحس روحي في في وسط عائلة معنى تالي نجمو نتشاورو وما بعضنا فما تضامن كبير والأزمة هذية راوز فما تضامن بين توينس الكل بالشرايح الكل السياسية والإديولوجية والاجتماعية يظهر اليوم مش وقت اختلاف بيانسور الاختلاف دي ما يقعد رحمة ما يقعد ماذا بي يقعد نزان دي بادي دي ومبون انتليجانس ما غير ما نتهم بعضنا ونشكو في بعضنا ونشوفه سوء النية في بعضنا متى أنا هذا النجم نأكده لفما انسجام كبير 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 ما بين أعضاء الحكومة الكل واضح كيفاش عطيني رايكاتون سيئة ومشكة وزيرة في أداء وزير الصحة الخطاب الخراني لي مش الخراني معت اللي حكي فيه انه لازم أكثر وعي اللي هكا دمع فيه أكثر وعي لأنه الوضع ينجم واللي أخطر وغيره معت كيفاش تقيم أداء المسؤولين في الوزارة وصيد الوزير والله يا سيد الوزير أنا كل ما نلقى فرصة في الأعليم نشكره بارشا ونشكر إطار التبي والمسؤولين اللي معاه والإطار الشبب التبي خطر سي عبدالتي في المكي يقوم بمجهود جبار في الأجل من هيدية معنتها قاعد معنتها هو كما تقول قايد سفينة معنتها وإنا المغيكسون كمواطنة معنت السيد عبدالتي في المكي هو إنسان مواطن قبل ما يكون وزير وأي إنسان يتأثر وأنا معنتها الراكمة أنا والدي مرة الأخرى يكلمني بالغصة خاطر ما شفتهوش عندي طوى شهرين وهو خايف علي خاطر أن نخرج نخدم كل يوم وبدموع معنتها إنسان مواطن معتراه ما تنجمش تنحي إنسانية وزير معنتها السيد عبدالتي في المكي هو خايف على بلاده وخايف على المواطنين وقاعد يشوف خاصة الفوغ اللي يعملوا فيه الإطارات التبية والشبهة التبية دونك سينغمال يتكلم بحاميس اللي نجم ويحب يوصل المساج أما أنا نحييه برشا برشا ونحيي كل الإطار التبية والشبهة التبية للي ما يعنش الكواليس سيد الوزيرة يقول كورونا عطات الأغلبية لوزارة إجازة من بينه وزارة الثقافة يقولك ويقفل حيث الثقافة ايش نوم مرتاح نهار كامل في الدار والله يشوف يكل يوم مكنجا ايه مكنجا والله يشوف إن الحقيقة هالغفليكسيون هذو ما صدموني ملول بدت ملول الساعة نحيي وزارة الثقافة ومزنيتها تمشي لوزارة السحة ومبعثها احنا ما حشنش بثقافة يعني بين قوسين وهذا الكلام يقال من مسؤولين يعني والله ما هوش كلي هادرة فارغة على الفيسبوك ولا باجت هذا يقال احيانا من نوة من مسؤولين بقى انا ما عملتش احصائش كنقال من الماء كل ما خرجت معناتها فما فرق بين يقولها واحد ديكت في ستاتيو معانتها 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 حتى صفة اما سحاعت يقول اوه مسؤولين اي معانتها اول حاجة ضربت انا نقولك الوزارة الثقافة معانتها نخدم معانتها من التسعة متاع صباح حتى نوصل على خاطر الوزارة الثقافة معانتها دخلت ديكت بمشروع وقيت روحنا في ازمة دونك فما برش حاجة عجلة وفما زاد برامج اتعملت كيما الميزون بلاس متاع الصندوق دفع الحياة الثقافية هذك هي لزمت وعبت تخدم ونستفكر وفلسفة وبون جوفرنانس عملنا برنامج شوف لي فن قاعدين زادة اداريين نظموا في برش حاجة قاعدة اليوم ما ان بلوس معانتها قاعدين ان شاء الله نعلنوا عليه في القريب العجل فما سياسة ثقافية كيما بيش تكون اللي هي في علاقة مع القطاعات ثقافية الكل فيها على المدى القصير والمدى المتوسط ستوتون بوليتيك اللي بيش تكون فما مرافقة مش مرافقة بمعنى مرافقة في مشاريع مع المدارس بتاع الفنية الكل سينما موسيقى مسرح مع الهيكل الكل مع الازاكتور ولي دوليكو سيستيم الكل كيفاش بيش تنرجع ون ديناميك وفما سوكتو هدف الاخر معانتها فما انتجات فما عروض فما تفكير معانتها سدي بروجيه بخوفان اللي نحن بشي رجعونا لأيامات العز متاع وزارات ثقافة الاقديمة هي سيدوتين بوليتيك أنا ما نحبش نحكي عليها برشا اليوم خدر بش نعلنوا عليها أما هي بش تشوف اللي فما تمسكو كبير مابين المتدخلين في القطع الكل من المبدئين للشركات معانتها اللي في القطع لدور الثقافة متينة فما فيها أكسم تعلام مركزية كبير على الجهات دونك هذا النجم نفسره مرة أخرى ويفسره زملية وفي تشريك الإدارات الفنية اللي في الوزارة الكل هذي بش نبدأ وهو كما الغلانس هما نجمو نبدأ الغلانس حتى وحنا في الكونفينمان بمرافقة حتى ما بعد الكونفينمان دونك هذي الوزارة قاعدة تخدم رأي قاعدة تحط في بوليتيك وقاعدة تخدم وفما حاجة أخرى فما الوزارة قاعدة تخدم ويزمها تخدم ومش نحكي ولي أنه فما وضعية مأساوية ويظهر لي مأساوية كلمة مناسبة معتها ما بلغتش لألاف المثقفين مأساوية معانتها العباد يزم يفهموا راو نحب نعاود نقول مرة أخرى راو اللي في الثقافة راوهم هم شكية ثلاثة على انستجرام اللي ورئوا في تصورهم معتها ولا يشتحوا راو راو قطاع الثقافة فيه آلاف من الفنانين وتقنيين وعمل وغيره تو نحكيوا عليهم تو بشوي بشوي لأنه عملت مبادرات معتها ربما هذا أكبر مشكلة تو يواجه كل وضعية هذي به خلي نمشي والأكثر أكثر حاجة عملة بوليميك اللي هي استقناف تصوير العمال الدرامية واللي الناس بش ما نقولش اتقسموا معتها اليوم اللي نشوفه الناس معاه نشط ضد ممثلين معاه ممثلين ضد عادة المعاه يكونوا عندهم أدوار الضد يكونوا عندهمش ميفة معناتها الناس قالوا شمعنا الدنيا لكل واقفة تجيوا تحبوا ترجعون هذم العباد اللي يخدموا يلزم توضح يقول سيد وزير الصحة قال من لول ما في بليش وبعد برح قال ليه معتها نسمحوا بشروط اللي انتوما الشروط الصارمة اللي حطيتوها الكبيرة تحكينا آخر حاجات على الموضوع بالحق الموضوع هذي عمل بوليمي كبيرة وانهارين معنات البارح خاصة نهار كامل ودخلكم في لوبيات وفي الدنيا واتكلمت في برشا وسيل إعلامية بش نوضح معناتها بش نوضح للرأي العام وبش نوضح زيدا للقطاع معناتها شنو والحكي هذي أنا رو فما حاجة مهمة يسر بالنسبة لي هي مبدأ ثقة معناتها أنا من الشعارات اللي أنا مش شعار معناتها بالنسبة لي هدف نحب نخدم عليه في وزارة الثقافة اللي نبني حبل ثقة كبيرة ما بين وزارة الثقافة و المتدخلين في القطاع الكل نوك اليوم ما نسمحش اللي هالخيط هذي يتقطع وقت اللي أنا قاعدة نبني بيه على خاطر فما سوء فهم ولا فما سوء قراءة ولا فما شك في حسن النية متاع مبادرة متاع واحد اجتهد في موضوع دونك فما توضيح بش نعمل زوز توضيح واحد للرأي العام واحد للقطاع للقطاع نبديو للرأي العام نبديو للرأي العام رأي العام رأوا نحب نقوله رأوا احنا اول حاجة ما عطينا حتى ترخيص استقناف لليو رأوا وزارة الثقافة خمت خمت على ضوء فما مطالب تقدموا بهم شركة الانتاج يقولك انا مزالي ستا ايام وإلا ثمانية ايام وإلا فما تلفز الوطنية تقولك مزالي اثناش نيوم تصوير احنا راهوا متحملين مسؤوليتنا اعطيونا شروط رأى في الكاد خداية بتاع الكونفينمان كان هما يقدموا مادة درامية تونسية بالنسبة لليو هذا كان هو الموضوع دونك انا مانيش جهة القرار حتى مع التلفزيات نوما الماما عندي حتى علاقة انا حبينا بيش منشطوش زد ايزمي فما باجع بتقولش دخلك انتي في تلفز وانتي وزارة صحيح انا زوز منجين بركة تقدموا وزارة الثقافة وخذيو رخزة وزارة الثقافة التلفز خذيو من المصالح المختصة في رئيس الحكومة يقولك اليوم رأوا فما في اطار اللي انتي قلتلي الانسيجيم الحكومي فما منشطوش جهود الدولة وجهود الوزرة وجهود المصالح وانتي فما موضوع بشنا ترحوه في وزارة الثقافة نتشاورو ووزارة الثقافة تاخذ قرار وتعلن عليه وتفسروا وكان لزم تدفع عليه هذي هي المبدأ معنا تك قلنا اشنو البروسيدور اللي صارت نتكلم مع الرأي العام لو احنا طلبنا الوزارة الصحة اللي هي الجهة الوحيدة المختصة اللي تنجم تعطيك الشروط الكل وزارة الصحة جيوبونا كتابين ها برأي هم الشروط بعد قعدنا نسقو هالشروط وهذو ما النجمو نحطوهم على أرض الواقع تباين اللي النجمو معنا تنجمو مثلا شنو هو الشرط اللي هو مش يعمل تاست في اليوم الأول ويقعدوا اون يزلمو إذا كمش يصوروا ستا يام معنا تا سبع ايام في اليوم السابع يعملوا التاست وبعد يعملوا الكونفينمان وفما يزلمو معنا تا المنتج يزمو هو يخلص لتاست هذي اللي قالوا ها فلوس الدولة لا 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 احنا معنا مع علاقتنا بالمنتج هي علاقة نعطيوه الشروط ويطبق والراقب ما نعطيه حتى ديناء كان هو مستعد مش يخلص لتاست ويوفر لزلمه ويحترم الشروط هذي الكل اللي هي تونحكيه وبعد يقول لك كيفش هذو ما صار نخمو في امكانات علش لي علش ما نجموش علش ما نخموش نشتهدو هو يمكن بشروط هذية التكنيسيان ولا الممثل يكون محفوظ اكثر من اللي يقعد في دار ويخرج دقيقة يشري خبزة ولا مع انتها كمام بشتعمل تاست من اللول ومن الاخر وفما حيمية وفما طبيب بشيقص تومبيغاتور سوغل البلاتو وفما مراقبة راو بسصير مراقبة مش مش نمشي ونشوفه فما احترام ولا ليه هذية وراه ما فما حتى تدخل مادي من الدولة هذية جزء احنا شنو اماخير تخليه يعمل بصيفة غير منظمة ويمكن انت ما تسمعش ولا تجي تقطر وتنظم حيمية للفريق وتزيد انت تكون معناتها كدولة تحملت مسؤوليتك تحملت مسؤوليتك حافظت على لعبات هذية بالنسبة ولا نعطيه في فلوس للمسلسلات والعمار هوزارة الثقافة اعطيت فلوس للمسلسلات وراه هذية حكاية امور التنظيمية حاجة اخرى بيقى نكلم في الرأي العام الرأي العام يقول ويجيين بجيبونا المسلسلات اللي هي ده لأخلاقية وكل كلمين معان تقريت راه احنا ما عنا حتى دخل في المظامين المظامين اذا كان فيما الايكا هي تدخل تقول معانت هذو ما فيما برشا مسلسل وانا هوني نحب نقولها بكل لطف معانت هوني نتكلم كامواتنا كامواتنا كشنو اللاحظين في رمضان في رمضان نعرف عبيت اتعدل سهريتها على طول الليل وهي الزاب من مسلسل مسلسل وبعد تشوف يقعد ويكريتيك المسلسل ومبعد غدوة ما انا عندي صاحبتي تجي تتفرج على المسلسلات مغرومة تجي تقول لي ومن لم مسلسل ودرش وبعد ونقول لها ما عاش تتفرج تتخلق في روح تجي غدوة تعاود تحكي لي الشنو معانت تعاود تنتقد مع سفديق تفرجت معانت هوني فما نعرف اللي المسئلم التونسي حتى الفضول حتى بخ كوريوزيته يمشي يشوف شنو معانت من الجموش نقوله وحنا راه معانت خممنا هذا موجه للمس ميديا موجه لكوين خاطر التلفزة مش كما السينما تلفزة تلفزة مواصلة في العالم الكل ولانو مثلا هنا نعمل في برامج في تلفزة روح تقلق علينا نهار ما فهمت عاليش عاليش تقلقت على المسلسلات كل قناة فيها علق الحصة ولف مين يعملوا في بث مباشر ومسجل ويحكي خاطر الميديا نعتبره روحنا معاننا دور فينا نفهم الناس نوعيهم برامجكم تلفزة تسمعلي نوفي معانت انا مشيت سوق ديس انتربيو كيتشوف هكا البلاتو وفهم المزيغ ونظف كيما توقل هما فهم 30 ولا 20 ولا ما فهميش معانت انتوما شو عملتو معانتا شروط صار معانتا بسيفة صعيبة اللي ما ينجمش يتبقه معانتا نحب نقوله هوني من من نخلقوش غول من حاجة اللي هي بش تتدرس مازالنا ماخدينيش بش تتدرس جوش تمو بش نقولك برش يقولوا سيدة وزيرة شرون ثقافية عندها علاقات بتلافز والله يشوف هوني وعملوا عليها ضغط مديري تلافز يا أخي أسمع أنا نقول لهم ربي يهديكم على خاطر أنا هوني برشة برشة من اللي يعرفوني متأكدة اللي بش يصدقوني أنا من المنجين الكل ما نعرف حتى حد أباخ عبد الحميد بوشنيق ونعرفه خاطر كي كنت في المركز الوطن للسينما والصورة عبد الحميد قابلته ثلاثة مرات في حياتي قابلته وقت اللي عرضنا الكورمي تراشتاع وبومبون في اختتام منارات 2018 وقابلته في اللاون برمير متاع الدشرة في مدينة ثقافة وقابلته في عرض زدددشرة في سنة 350 اللي هو تابع المركز وطن للسينما والصورة معناتها علاقة متاع مديرة مركز وطن للسينما والصورة مع مونج سينما والصورة وأنا معناتها ما عنديش وليرة المونجين الأخرين الكل وكان يعني عرضهم في شيرة ما نعقلهمش ما نعرفهمش أنا مثلا أنا في الأول مرر معناتها وعمري مش حتراك وعمري ما اتكلمت معاك حتى في في تليفون معناتها أنا علاقت يراه ما أنا نأكد اللي على فرد مسافة من من العبيد الكل ومن المونجين كل ومتلفز الكل ونقول لك حاجة يراه مجيني حتى ضغط نحنا نحب نخدم في الشفافية ثم مطالب توجهت لي رئيس الحكومة معناتها للمصالح وللوزارة الثقافة ثلاثة مع طالب يقولوا احنا مستعدين باش نكملوا المسلسل بشروط ريتاتو احنا ما مجينيش بالدرجة درسنيهم ولا قلنا لهذا قلنا في إطار شفافية نخرجوا البلاغ راهوا يمكن ننظروا بشروط معينة وراهوا لفما لضغط وللوبيت أنا اللي فهمت البارح وفهمت ما هليمات معناتها فهمت لطول أجغافيتاء خطر الحقيقة قلت لك تلافز راهوا نعود ونقول ما يشملوش وزارة الثقافة وما عنا حتى علاقة بتلافز أبغلي هي تكون تجم تكون علاقة في مشروع كيما توا مع الوطني النجم أما هكا العلاقة هذي راي الظرفية بش ندرسوه في الوضع هذي اللي نحب نقوله اللي فهمت فما حرب ما بين تلافز وفما حرب ما بين تلافز والمجين هذي أهنا ما نحبوش ندخلوش فيها وما ندخلوش فيها وما نسمحيش وما نحبش حتى نعرف تفاصيل خطر هذا فما قضاء يبط في مشاكل وبنسبة لي نتعامل مع مشروع بش يقدمونا مشارية بشروط فمشكور يقول مثلا مثلا البارح مرصد رقابة قام بيطع لدى المحكمة الإدارية ضد قرار وزارة الثقافة لأنه قال يحللنا باب أحنا مسكرينه وعليش يرجعوا هذو وما يرجعوش لأخرين عليش الممثل يخدموا واحد آخر في ميدان آخر ما يخدمش دونك قال كل الصناعات سينمائية والتلفزية في العالم وقفت عليش إلا في تونس الأول حاجة إن حابنقولي اللي كل الصناعات وقفت في العالم ليه خاطر هذه الحكاية اللي يمكن نسيت بش نقولكم عنا أكثر من عشر أيام ندرسوا فيها موش هكا جي سيغان كوتت جيتني مطلب مشي تخرجت باليغ ما تصار عن كون ديبا واستشارنا وتحكينا وحكينا مع برشة أطراف وزارة الصحة وجيوبونا هو أول حاجة مثلا ناخذوا المغرب المغرب خرجوا ان كوميونيكي شارطوا عليهم اللي يكونوا ما أكثرش من ثلاثين ويحترموا مع تادي مزيوغ سانيتيغ اللي هما متعلوا ويما يحطتهم اللي هما توا نعملوا فيهم الناس الكل كما انتم هما توا في ستوديو المصر مصر مثلا الدولة ما تدخلتش ما خرجتش أما النقابة من الأول مع تلاغي دويل ونط قلصت في عدد الحاضري توا فهمة خمسة ستة مسلسلات همو الشهر رمضان المعظم ألغاوهم خليوهم واخروهم والمسلسلات الرمضاني حطوا المنتج مسؤول على الوقاية وكل معنتها ما هيش بدعة وفهمة في قطاعات أخرين في تونس هاو اليوم بركضوا لي وزارة السيناء خولت بشي نجم وعبيت طعم مطالب مطالب رهو كوحد يحط مطلب ما هيش نجري ما احنا مازلنا مع توقع جوزتمو هل الأعمال رمضاني كل بش تيخو رخص التصوير وليلي ما زالها الجوزق متع الجمعة عشر ايام خمسة شنيوب ما عنتها ما عنتها بش تكون خاطر هو فهمة بخوتو كول سانيتيغ وهذا بس يزيد الدق نهار ثين إن شاء الله مع الفريق اللي بش يكون معنا من هيكل الصحة الكل ما عنتها نرمال ما يا أق ما عنتها يا أسبوع يا كتر زجو ما فهميش أكتر خاطر هو شمو أما خاطر بخوتو كول سانيتيغ رمو فهم حد في تونس عاملين بخوتو كول سانيتيغ أنتو ما بش تتركتو ما بش نركتو محسن الرا مبالغة شوية روهن أنت ضمن في العبيد أنا مثلا كشخص مبالغة ما وقل له أخويا أنت وضميرك وعمل البروستدليل اللي تحبها أما بخوتو كول سانيتيغ رو في تونس ولا واحد فرضين عليه حد شي فما بخوتو كول سانيتيغ اللي هون عاديك فما مؤسسات فما مبدأ لا كل المؤسسة تتصرف بطريقتها من مدير المؤسسة تحملوا مسؤولية سلامة الأفراد اللي يخدموا معاها فما مع هذه الصحة والسلامة المهنية اللي يتبعها وزارة شؤون اجتماعية عاملين دي بخوتوكول هدوما بخوتوكول دي ميزة بلاس دي كونتينويته دي لأكتفيته بالنسبة للمؤيد البشرية والماتيغية هما فما مؤسسات عاملوه مع البرلمان عاملوه توا معاستيغ شمعتها معا تيعتك بخوتوكول بش الاكتفيته ترجع بحيمية كبيرة ايا مثلا طوئنا مع مدام دكتور باني في معهد الصحة والسلامة المهنية البرحة كيحكينا فما حاجات بسيتة يقول لك تسعة لترات متعميم في وسطهم إترى جاذيل تمسح بيه الفضاء اللي انت بشتخدم فيه وتحط صابون أخذر صابون أخذر يخصدوا العبيد يديهم وفما البافيت وفما الجيل وفما تقيس التمبراتور وفي العشية رأوا هيدا وعملين التاست قبل مع انت تقول لك بقدرة ربي خاطر انت بشتدخل البوبولاسيون سين مش بشتدخلها مو انت متعرش عليها وبيش يقعدوا مع بعضهم هوا انت يظهر لك اللي فما اكزاجيغاسيون قولك لين قولك احنا الجهة مسؤولة نحنا ناس مسؤولين كي بش ناخذوا اللي هو يقولوا بش يطعنوا في قرار هو ما فميش قرار ياولدي رأوا فما باليخ اعطيونا مطالبكم ندرسوهم واضح به فما تلافز بيقولوا احنا بش نكملوا بش نكملوا مزلتنا جمعة حتى كان بش يقولوا هذا كله ما يقال بش نكملوا مهمنيش مزيت لي جمعة وانا دافع ميات الملين انا بش نكمل التصوير هل معانتها جيتكم اخبار انه فما تلافز تصور مغير ما تاخو رخصة وكذا شو انا البرح قلتها وقلت نتعهد اذا كان فما عبيد بش تتخالف البلاغ اللي احنا قلنا فيه وقتها ايقاف التصوير عنا جمعتين اذا كان ناس بش تتجاوز وبش تاخذ الفرصة هذي متاع البلبلة وتقولك بش نكمل حتى وكان انتو ما معتيتونيش اراو انا نعلم وزارة داخلية ونتدخل لإيقاف كنلزم بالقوة العامة التغناج هذة عليش خطر هوني مبدأ الثيقة قلت لك احنا بنسبلين المنجين مسؤولين والفنانين مسؤولين على نفسهم وعلى معتها فما واحد بش يرمي يروح وفي وم بلوس فما حاجة زيذية للرأي العام راو ما عنده حتى علاقة بالمواطن اللي في الشيرة على الحكاية هذه سيدة الليو التغناج واضحين معت عليش يقولوا يحبوا جريمة ضد المواطن ونقتلوا في شبابنا راهوا كلام كبير هذه مبلغة معنى ترمان أو البيرح دايغ معنى تها والنجم نقولها البيرح سأت دار على الفيسبوك وتصويرها اللي فما اكيب متع تلفزة خاصة تساور في مسلسل وقحتوا وين البلاصة كلمت سيد وزير الداخلية واعلمتوا قتلوا من فضلك تجمشت في سوسة قتلوا تجمشت تبعث في رق تثبت رجع لي بعد فان منو تقليلوتي لمسكر وما فما حتى تغناش وطلعوا من بعد شفت لي هما صور قديمة متع مسلسل آخر معنى أنا منيش بش نقول راني على فرد مسافة كي يبدأ خويا ولا ولدي معنى أنت وزيرة شؤون ثقافية ميلة شوي للداخلية طب لا لا ميلة لتطبيق القانون خاطر وقت خاطر هون يراه نجم تحب نقول لك ما تراي وزار ثقافة تعم في مجهود مش يتباح خاطرنا كنت نجم نجي لدو سوسيتين اللي ماخدين من عندي رخصة ندرسهم هما بالذيت ووالأخرين نقول لهم تفضلوا هم احنا مش هكيكا نحنا هنا نقول لك في مبدأ التضامن كذو ما واحنا قلنا المباكت ماشي للمواطن نحنا خممنا في نفسية المواطن مرافقة المواطن في الكونفينما منحبوش المواطن يفت في رمضان ويخش للشراء ويولي الأمن يرجع فيه للدار كي هي من العبيد مش يفتش حسن النية هنا هاتوا نحميها وزار الثقافة قالوا ويش تهو وزار الثقافة بش تدخل في بوليميك متاع دراما اللي هي ما يشتخل فيها احنا راو سبعة فنون نتلهو بيهم معنتها منش في السيغي احنا هيدا سيغطوئي مثل مسمد يا قلنا عليه نشاركو بالاجتهات كي بش تولي هكا عينا ناخدوه في ايفوغ نعمل في ايفوغ أنا عنا برشة خدمة في زرال الثقافة هيدا هي الجهد اللي قاعدة نحط فيه هنا طوي ماذا بي نحطه بش نكمل سبعة فنون بله بش نكمل معنتها اليوم مادام أنا نعمل في ايفوغ نتع تشاور واجتهات الجهة اللي هي طالبة إذا ما تكون مسؤولة زيدا ما يش بش توفة الدنيا زيدا إذا كان بش نجيه اليوم وزارة الصحة ولا بش يقروا ما نعرفوش احنا من هون نهار ثانين ونهار ثلاثة بش نهو بش يصير وش نهو بش يصير في الوضع الأمني للبلاد كان الوضع الأمني متاع البلاد زيد معنتها تطور في الخيب راهو ما عندي حتى مشكل بش نقول الموضوع هذا ألغياء ألغياء تمام من خطر صحة المواطن قبل كل شي كيما قلت لك قلت لك احنا فما نحنا نجتهدو وساعات كيف نلقاو اللي الوضع ما يتلقمش راهو نجمون نقولوا لي راهو الهدية مش بش نواصلوا فيه أما بش تولي بالسرقة سوف يدير معاش فما ثيقة فهمت معاش فما ثيقة وانا مبدأ الثيقة هو انا أكثر حاجة منغوت شالانج التحدي متاعي في جيتي للوزارة نحب الرجع ثيقة ورجع ثيقة وبديز اكسيون كيما اللي عملناهم في الافرسي تنحكي وولا مش ثيقة في في الكلام ثيقة في الانشتياتك صحة نكمل معاكم معنا سيدة وزيرة شؤون ثقافية شيراز الاعتيري البطالة الثقافية والفنية اللي يعني ومنها تقريبا كل الفنانين والمثقفين والعاملين في القطاع الثقافي اللي أحيانا فما تقنيين فما عاسفين فما غيره اجراءت معنا تتوقف اللي اليوم يقوم على مهام أساسية هي تقديم منح ظرفية للعاملين في القطاع الثقافي وفي مرحلة ثانية مساعدة المؤسسات الثقافية اللي اتضرت وفي مرحلة متقدمة أو ما بعد الكورونا بشي دعم المشاريع الثقافية اللي اتعطلت لو تفسرنا الصندوق هذا معتها قدام وجبل من المهام كيفش كيفش البرمجة كيفش بشي سير الفلسفة متع صندوق دفع الحياة الثقافية جاء من معنات احنا كيما قلت نزد تخلط الوزارة وجيت الكريز هذي وبجينا نسكره في الفضائات ونلغيه في الانشتة الثقافية الكلو وكان معناتها هذي معناتها تابع الوضع الصحي للبلاد شنو ونلقاوا قدامنا الواقع الواقع اللي قدامك قطاع ألغي ما ثم حتى حد شلل تيم وشلل تيم وفيه مشاكل كبيرة ألغي مفاجأ مفاجأ على خطر الوضع مفاجأ وعلى خطر هذي أزمة هذي جائحة في العالم شنو المشكل المشكل اللي القطاع هذي نوصل موم عنتها من الجمش هو فيه وراه اقتصاد ثقافي فخجيل فمتلا فيه مدخلين اللي هما زد فيهم في وضعية متاعها شاشة اجتماعية ألغيش خطر القطاع ونوتو ما نعرفوه فمتلا قطاع فيه برشة يخدم مش في الغير المنظر في اللام فوغميل وفما اللي يخدم غير كونتخا وفما اللي يخدم بكونتخا وفما اللي يخدم شهرين في العام وباقي ما يخدمش وفما اللي عنده باتين عنده شركة فما اللي ما عنده شاي معنتها القطاع بكله هو في برنامجي أنا رأي وجيت ببرنامج لوزارة الثقافة وبرنامجي نعاود نقول على خطر على خطر يؤسقني اليوم ما نحكي على وزارة الثقافة اللي نحيو الثقافة وإلا معنتها كاريما على حكيت بش تنظروا في مطالب متع في البرنامج هذا أنا أول كلمة هي إعادة هيكلة القطاع والإدارة زادة الثقافية خذ الإدارة الثقافية ما يزم هيش تكون تشبه مش كيما نتعاملو مع صناعة الطماطم كيما نتعاملو مع الصناعة الثقافية ما هوش كيف كيف معنتها فما خصوصيات في الثقافة اليوم أنا معنتها بش ندخل في هال ستوناني دو لجيسلاسيون بغيكسلنس بالنسبة لنا بش نتحركوا مع جهات الكل في الإدارة في المالية فما حتى دي تاكس اللي هما ما ينزم بش يكونوا كيف كيف بالنسبة للقطاع الثقافي دوك الوضع هذي خلينا اللي هي الكخيز تكون أكبر معنتها الوقع على المدخلين في القطاع أك أكبر فما حاجة زادة هوني بش نقولها للرأي العام راهوا اللي في الثقافة مش اللي تشوفون عند البلاتو اللي معنتها تجي لابسة ومكيجة وكهو معنتها راهوا هذي كتنجم تكون لابسة ومكيجة وراها ترجع مواطنة عادية في دارها راهوا فما 30 ألف متدخل في القطاع الثقافي منهم طوال غصنصمان فما 9 ألف اللي هما في وضعية حرجة جدا عليش نقول خطر فما منهم زادة شكون اللي هو في الوظيفة العمومية معاون معاون دون السنس أستاذ معاونتها اليوم عند راه 9 ألف على خطرهم في الثقافة اللوحوهم خاطر بالنسبة لكم انتوما الثقافة سيد جو بلينج بلينج راهوا ليه راهوا مواطنين توينسا راهوا أنا حب نقول نحكي شوية على من داخل خليم فهم سيدة وزير شؤون ثقافي حرجة جدا تقصد بريسك ما يلقاوا لكش هيكل لكش يشربوا في وضعية حياتية حرجة مش حرجة معاونتها ما لقاش وين يخرج حرجة معانتها مسألة حيات وأكل وشرب حاجة تحشم معاونة حرجة حاجة رهم نوصل ما هما مواطنين وفما حاجة زدة كيما في أي قطاع تلقى حاجة لفاسات وتلقى الجيش اللي يخدموا راه أنا مثلا نعطيك الإكسبيريانس اللي عشتها ثلاثة سنين في الجي سي سي في الجي سي معانتها الشهرين الأخرينين عندك جيش متعباد تخت بوغ السوري لفستيفال وشنو يراو العباد يراو التابيروج والعباد تتفرج مايراوش والعباد اللي والعباد اللي يتخدم هما شنو هما متدخلين ساعات القبر شافيهم الفريلانسور الفريلانسور يعمل معانا عقد مع المركز الوطن للسينما والسور ونقصوه للغوتوني على السور وهو ما يطلبش السيرتيفكان تيوم تعالغوتوني على السور عليش خطر هو لعارف حقوق ولعارف وجبت فما معانتها قل التواصل ما قلنش للعباد اللي فما منظومة اسمها منظومة منظومة الحيطة الاجتماعية متاع المبدعين والفنانين والمثقفين اللي نحنا توقع دين بش نصلحوها على خاطر هي كريتيكة متاخوش نخدمو على نصف مرسوم بش نحبو نحسنها نحكيو تراحل نحكيو بالنسبة للميسيون اللولة قلت لي انت كيفش بش نتدخلو بش نتدخلو كنت حاب نفسرها توا يعني فما كلمنحة و 450 دينار فما محالات مستعج لتتطلب تدخلات فورية مع كي ما نظلم تقوله دخل رأوا في وزارة ثقافة فما منظومة المنحة الظرفية منحة الظرفية اللي هي تكون لجنة في الوزارة ويخذوهم من دور دوتور اللي هما على طول العام عندما اي متدخل في القطاع الثقافي فنين في وضعية حارجة مرض لطف موت توا في الظروف هذه دخلنا عنا جمعتين ونحن نخذ مقعدناش مقتصرين على هذه آلية أخرى آلية اللي هي احنا لتزمنا بش نعطيه 450 دينار على مد 3 شهور فيها شرط مش شرط على بالنسبة للتخوزين معانت 450 الأخرينين يخذهم إذا كان هو معانت يورينا اللي هو حب معانت رخ احنا بش نخلصوا عام التداف عام معانت بالنسبة في المؤسسة المؤلف وبيش نخلصوا تخيميس في المتويل دي زرتي ستتعاون فلانين اللي ما يعرفوهيش العبيدولي هيت فيها رجيم مع اللي فمش يسترجع 90% من مصاريف الطبية معانت هاليوم يزم حتى انا اكتصلت بهم زملية ونحاياهم في التعاون قلت لهم اخرجوا حكيوا على اهمية التعاونين الفنانين احنا بش توا بش نحافظوهم تاخد ال450 ونخلص لك 300 في التعاون ونخلص لك عام في الوتداف ونعتيك الورقة بش تقيد في منظومة المبدعين وكتخلص تخيميس انا عود الرجاع لك معانت هذا التحفيز اذا كان واحد بش يجي في الاخر انا الاخر كان هو مش بش يجي ويقول هذي هو استثنى نفسه هو استثنى نفسه ميحبش يدخل في قطاع منظم عليش خطر انا كنخدمه في قطاع منظم انا بدي عنا انفيزيبليتي متاع هالقطاع قدش في منعبد وكيفش نجم نسلحو فما مشكلة اخرى في القطاع المنظم في الاخلاص وفي الدور وفي السيف فما مش كون يميحبش ديكلار يصحيح وكذلك خطر يقول لك هما شوية وكما الدولة تقدم لي منهم كالفازات ومع اداءات ودنيا فما شكون يبدأ يحسب يقول لك انا في العرض نظر بثمانين دينار لكن لمدهم تاخذ للدولة الدستية ومع معتا فما اشكاليات كبيرة انا مش هذا وقت ويمكن عندهم حق عندهم حق دولة تصنص اللي غوفوغ لتاكس اي اي فنين مش كيما سيناء سيناء الثقافية مش كيما معتا فنين يستنى في عام شاعمل 15 عار ذاك حياته معتا به هذي المنحة متاع صندوق دم قديش بش يتمتعو بيها معتا معتا معملتوش وضوح كيما عملت الوزارة اللولة كي قالت بش نعطيه الكذا في نومبر كذا في رقم كذا وهل عندكم البيجي معتا احنا فما ثلاثة مليون دينار هل عندكم كوزارة الثقافة نعرف هل عندكم البيجي بش تعطيه للناس ثلاثة شهري في ال450 هي هذية قلت لك مربوطة بالبيجي اللي عان بنسبة للمناح الظرفية ومش نيخذ وزيدها من الصندوق مثلا بخزامبل واحد من التبرعات اللي جيون في الصندوق اللي هو كخفوق هو أكد يحبهم الكل يمشي وللإعانات الظرفية يقول لك أنا المكان المواطن يجي يقضي من عندي اليوم هو في وضعية هشة نحب أنا المساهمة تمشي في يعاني الظرفية معتها معتها الرقم هالوزارة اليوم معتها في خطر احنا أشوف ما فمشكي مشكي معتها ما نستنيه وضوح نعم مش رقم خطر احنا قلنا مطالب العبيد تقدم مطالب وفما الكوميسيون سكتوري اللي بشي يخدمه بصيفة سريعة خطر حتينا اللي مثلا فما وعبيد واضحين معناتها اللي هو عنده كارت بروفيسيونيل ولا واحد عنده كونتخا وقفله ولا فما زاد احنا قلنا اي حاجة توري انت سابت القطاع الثقاف وتوري اللي انت تخدم هنا نعرف وجوه نعرف عبيد هنالقاهم في المهرجين الكل يخدموا معتها سيد دي جان اما هما ما عندهمش صيفة ما عندوش كارت بروفيسيونيل قلنا حتى انتي ميل المتويل ولا انتي ميل اي سانديكا ما توريني انتي ميل مش لازم كل بطاقة احتراف ميش اللي عندو بتاقة احتراف حاجة من الحاجات مش يعني اللي ما عندوش يحرم لا 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 ما يحرمش هتعرف عليش خطره وضع ظرف هذية طارة معتها ناس متذرة قطاع وقف من الجموش نحنا نخزره للوضعية هذية ونقوله لا حتى تجيب لي هما شنو ما يزمش زيدا تكون فم أبي معتها مش اللي هو حاليقته بعيدة على القطاع تقافي وفرح وفرح دعم هذا مش يتمتعو به أهل القطاع فمشكون يقول الفلوس اللي ينسى لهم لا قبل خلينا حكي انتم قلتوا يجيوا مكونات المجتمع المدني لأنه مربوطين انه في وزارة ثقافة كيف دفهم دعم نسي كل تحكي وعلاقات وصحبة واللي يحلوا الدعم يكلم مشكون وفي الوزارة موجود هذا قبل ما الاستقلال لليوم به معنتها كيفاش الدعم مش يمشي الناس اللي مستحقت وغيره فما رقابة جاوبني في كلمتين فما رقابة أكثر من لازم فما رقابة وفما معنتها انجوفرنانس دوسفان اللي هي معنتها حتيناها من الول حتينا لانجوفرنانس من أول ما علننا عليه وقلنا للمجتمع المدني اللي يحب يجي راقب يتفاضل يحضر عملنا بلاغ دوسسسانس وآهنا راو الكوميسيون سكتوري هذو كل فيهم فيهم ممثلين من نقابات معنتها الفنية منتع كل القطاع باش هما يعرفوا العبيد أكثر مننا ويعرفوا المداخلين ويعرفوا العبيد اللي فيه جاي ومطالب سيدة الوزيرة جاي ومطالب بانصور فما مطالب طوافتنا والله ما عنديش لديرني شي فما خطف فما احنا عملنا دو بروسيدور بالتويزي فما على البلاتفورم نميغيك فما عبيد ما يشتغ ما يتخرش من دارة ينجم حتى بتليفون ويساور بطاقة لحترافتها وبطاقة تعريف وفما ناس ما عندهم مش بغي موع علاقة بالنيوني غيك يقول لك انا نحب نحط مطلب دو قلنا هذو يواجههم بالبوستة ولا يواجههم من الوزار الثقافة ولا في المندوبية في جهته واحنا بش انكولاكت وانلي تخيط معنا تخلينا فرصة للي هو قبيل مع الديجيتال ولا اللي يحب يبعث مطلب نغمال معناتها واضح معتها خاصة الرقابة وغير وغير ومعتها الناس معاملة عليها معاملة عليها بالجده بالجده فما نقطة رحبوا بها الفنانين توينسا عنا التليفون من سيد نوري اللاجمي رئيس ليكا يحب طلب التدخل بالشي وافحنا سيد نوري اللاجمي مرحبا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك ومرحبا بي ضيوفك ورحبت النظمة في سيد الوزيرة فيما يخص الوطوليزازيون التي تعطيت لدور الانتاج إلى غير ذلك حبنا أقوله حاجتين أولا كان دودنا أن تكون يعني التشاور مع الهيئة نظر لأن الهيئة عندها يعني تدخل في ميدان الانتاج السمع البصري خاصة بالنسبة القناة التلفزية النقطة الأولى النقطة الثانية تأخذ وقتنا تأخذ الوطوليزازيون والاختر اللي يمكن يفير رياقة بالنسبة لطول السكتور على خاطر الناس اللي مش تخدم دونك مهاش مهاش ضامنا كوني ما تكون نشفام العدوى إلى غير ذلك رغم كل بانسور الحسنة النية الطيبة إلى غير ذلك ونفهم أن الوزيرة تحب تعاون السكتور لكن براتيكمو طولي السكتور دولي الإيكونومي سون سينيستري راو في العالم كامل هلو دوقفو معنى انتو بغتو لسكتور دوباتيمو لسكتور علاش لسكتور متاع البورديكشون ديفيزيال خاصة في الفترة الحالية جدا النقطة الثالثة هذا لي يتماشى مع الاستراتيجية بتاع الدولة تقول الدولة تطلب معنى وتلح على الكون في المو احنا خرجنا على عديد من البلاغات باش اللحوا على وسائل الإعلام باش يحترموا كل القواعد هذه والإجراءات اللي للوقاية من الوقاية ومرعنا انه يخرج قرار هكيك بطريقة معنى بدون لا تشاور لا بدون سترا احنا بصراحة جتنا برشة تشاكيات من أهل المهنة ويقول كيفاش نعم لو فما ناس حتى يبدأ مربوط بكونترا خالف لا يمشي معنى ولينا في تناقض كبير برشة وبصراحة في الفترة هذه انا بي با بزوان رغم النيا الطيبة معنى احنا نقول الوزيرة بان سيكتور د د د د سيكتور روسي سيستري وفما برشة مشاكل وذي بارتو احنا مع الوزير السابق حكينا على امكانية خلق صندوق لدعم الانتاج السمعي البصري الموجهة خاصة القنوات التلفزية خاطر ما فماش تواعنا فما صندوق لدعم السينما لكن بالنسبة للتلفزيات الانتاج التلفزي ما فماش كان بيوتنا ان يكون تواصل مع وزارة خاصة والله نحبية تنكلمها دوبما سمعت خرج القرار لكن لن نجم تحصل لها لأنه معنى كمم سيبا نغمال ييئي دي دي سيجن كم سا كيفو كيفو اخمتر كورو دي الانتاج دي الانتاج في فترة خالية جدا راو يلزم تشوفو وشوفو دي فما برش يعني دي راكشن من نقابات إلى غير ذلك معناها مستائم من القرار ذلك وغا حدك ساحة سيد نوري اللجمي لك لايكالي حبه أكثر تشاور وقال أنه ما تحصل شعليك شنو رايك والله نحي ساحة سيد نوري اللجمي نسلم عليه نحب نقول وراه أول حاجة ما هو قرار سيد نوري راه هو معنتها بش ندرس المطالب إذا كان فما إمكانية بالشروط اللي وضعناهم مع وزارة الصحة وبش ينجموا يكون فما استقناف للتصوير أنا هون نقول لك سيد نوري راه مش قرار ضد كيفيش معتقنا عضوة في حكومة نقوم نعمل قرار ضد استراتيجية متاع دولة كامنا راه من يش إلكترون لي بغ معنت في الحكومة فما تشاوروا راه فما تشاوروا مع وزارة الصحة واليوم اللي هو الجهة الوحيدة اللي هي تنجم تقول يندراله بخوتوكول هذية ضامن ولا مش ضامن لصحة المداخلين مع أنتها هي وزارة الصحة لأنا لا حتحد وإنا مع أنتها أنت تقول هوني أنتوا ما عطيتوا توصيات لقطاع الأعلام بش ياخذ احتياتاتو دون 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 نحب مش نعطي توصيات حنا كغيمون نحب نعطي شروط وبروتوكول ويا أما هكا يا أما لي مع أنتها مش فما عملوا توصيات وكها وحاجة آخر سننري راهو هوني مش أنا خممنا في القطاع بش يخدم أنا نعاود نأكد راهي الموتيفاسون جيت هي هالترخيص الاستقناف إذا كان إذا كان نعاود نقول تم منحة إن دراب بش تكون تساهم في تعاون المواطن في فترة الحجر ولا ليه و و و و إلا معنا هي بالعكس معنا هي ملي بروبوزيسون ومزيل هو كما قلت قرار عندي خطر في الأخر موش قرار هو درس درس بيان شروط ودرس مزينها في فترة درس الملفات وفما شروط رأي إذا كان مش بش تتوفر أنا نقولك أكثر إذا كان منهولي نهار تنين نهار ثلاثة فما وضع صحي بش يتبدل ما ننظروا فيهم نعودوا نقولوا وفيت الحكاية معناتها سيد الوزيرة عندي زوزا سألها في الأخر يهموا بالنسبة اللي يسيل لوزارة ثقافة ديون ومتاع عروض مدعمة وغيره قالك على الأقل في وضعتنا المتأزمة هذي فما شكون من 2017 نجمش الوزارة هكا تقشقش شوية الفلوس ليحانا معتا تسر عنها بالخلوس هذي بش نحب نوضعها زيدا فما متخل استحقاقات ناس من 2017 و18 و19 معتا أنا أول ما حتيت تقايا في الوزارة بديت المطالب هذي يجي اخذينا حكاية أسبوع حتى شفنا معنتها عملنا فيهم جرد وشفنا خطر هما فما خلاصات على المندوبيات وخلاصات على مواسطة مهرجانات ودنكره بدينا نخلص بدينا نخلص فما شوية تأخير عليه بخيص كلهم خرجوا قاعدين يخرجوا بالوزارة ومشان بيغي يجي نغال فما ضغط كبير معانتها الإطارات توا معانتها في خطر فترة نستخدم إكيب غدويت وكل شي معانتها الفلوس ولي قالك ولي قالك به أعطيني مبالغ متاع عروض مستقبلية وانا نتعاهد مثلا في أفريل ولا ماي أعطيوناك الشركات خاطر ما تنسيش أحنا الشركات زادة ثقافية فلسنا ومعاتش عنا حتى مدخول ومعاتش عنا حتى عروض متنج مش تصبقوا شوية مشاريع هي أشوف مع الدولة خلينا الديون طاقوا نحبول تصبقوا لي لي هذية طرحة الحكية وفما ما تنقى بيجي وعطونا المقترح وهو شنو فيه هو فيه مشكلة ما احنا حلينيه هو المشكل شنو اللي مع الدولة متنج مش تخلص بالمسابق مع تعيز مديمة قاعدة العمل المنجز متنج مش أنا نخلص لكزوز عروض وانتي تتعاهد بيشتعملهم في سبتمبر مثلا متجيش هاو شقينا نحن قينا دجا هي النجم هوني نقل المداخلين الكل حتى القريم بتاع القريم بتاع خلاصات العروض وكل شي رهي بيشتعاود ننظروا فيه فما حاجاتي زي ما تتطور قدش يخلص عرض به مش نوقنا قلنا نحن بيش نكونوا ديما في إطار القانوني بيش نقترحوا عليهم يعملوا عروض مع تولى العرض ذيك بتاعو يرد هنا سوغلوا فرما ديجيتال ويخلص عليه فانت معناتها مثلا نقولو نعطيك اكزامبل هو كان بيش يعمل عرض نسبق له عرض بتليث هلاف دينار نقولو بيش تاخد أربع هلاف دينار أما تعطيني العرض ديجيتال نيميغيك عليش خاطر البلاتفورم ذيك المشروع شوف الفن توفل مع الوطني اثنين أما هو سيتان لابي قاعدين نحضروا في البلاتفورم ديجيتال اللي هي بش تكون البلوغ في البلاتفورم ديجيتال متعوذر الثقافة اسمها شوف الفن اللي هي بش تكون ديما نحطوا عليها دونك وقتها هو ننصر ما يعمل حتى العرض متاعه إلا داب وتكون فيه ونجم ينتج ربا جاي وقت لأخبار وفي الحوار حاجة برك إنه كان صارت مهرجينات بش تكون كل تونسية قالك خسارة بالكورونا تلزيت وتعمل قرار هذا هل يكون مبدأ إنه الأولوية للتونسي في المهرجينات الكبرى هو شوف بش يرجعوا المهرجينات عشر تاوين بش يرجعوا المهرجينات وليه هذا موضوع سابق لي أوين ويزبنا نشوفه معه بالنسبة للمهرجينات الكبيرة كيما تم أعلنوا مهرجينات قرطة جدولي تأجل 2021 مع انتهاء هو بش يقعد باسمه هذي كبير برمشته وسيعي ميدلعلي بمدير المهرجينات أكد على هذي بالنسبة إذا كان بش يكون عنا إمكانية بش نعملوا مهرجينا في الصيف واحنا ماذا بينا بش نحركوا الدورة الثقافية بش يكون بلا بال آخر اسم آخر تونسي وفيه كل شيء موسيقى وسيني ما ومسرح وهذا يسعي ميدلعلي هو اللي استدعاوه يعطيكم الفلسفة بش يكون حتى بالنسبة للجهات بش يكون على مستوى الجهات إك لا تاعة على مستوى الجهات واضح سيدة الوزيرة الموضوع معك ممتع سيعافيس عموفيت شكرا لك عايشك شكرا لك على استضافة شكرا لك سيدة الوزيرة